شاب صالح من أسرة ثرية أعجب بصديقة أخته التي حدثته عنها وعن أخلاقها ودينها وطاعتها لخالقها واعتزازها بنفسها وبوالدها سائق التكسي وعندما شاهد شقيقها الفتاة من بعيد وراقب بعض تصرفاتها زاد إعجابا بها وقرر التقدم لخطبتها عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ولكن والدته طلبت منه التمهل حتى يتعرف على والد الفتاة فربما كانت أخلاقه سيئة كما تسمع عن بعض السائقين وافق الشاب وعلم أن والد الفتاة يبدأ عمله في الساعة السادسة صباحا فاستيقظ مبكرا في أحد الأيام وانتظر أمام بيت والد الفتاة حتى خرج واستقل التكسي فسأله الشاب إن كان يستطيع إيصاله إلى الجهة التي ذكرها له فأجاب والد الفتاة برأسه نعم كان الشاب يتحدث دائما مع كل من يرافقهم عن الدين والأخلاق حيث لا يحب أن يضيع فرصة لدعوة المسلم لذلك بدأ يكلم والد الفتاة في الدين والدنيا والرجل صامت لا يرد فقط ينظر إلى الشاب مبتسما كأنه يوافقه على ما يقول حتى وقع في نفس الشاب شيء من الضيق إذ وجد نفسه متطفلا يكلم أحدا لا يكلمه غير أن الشاب لاحظت شفتي والد الفتاة بين الحين والآخر تتمتمان بشيء لا يسمعه حتى وصل أمام بيته الفخم وعندما استعد بالنزول فوج أبي والد الفتاة يقول له سامحني يا أخي ولا تحمل في نفسك شيئا علي فقد ركبت معي في الصباح الباكر وهذا وقت وردي من الذكر وقد عهدت الله أن لا أكلم أحدا قبله لذا لا أبدأ في الكلام مع الخلق قبل أن أكلم الخالق وأناجيه ببعض الآيات والأحاديث والتسابيح والأدعية وقد ركبت معي وقت ذكري فلا تآخذني بما وجدت من صمتي فرح الشاب كثيرا وقال لوالد الفتاة ما أروع الدين حينما يعاش واقعا لقد علمتني ما لم أعلمه أنا للناس أن أبدأ بالله وبعده أستكمل بقية يومي ثم طلب الشاب من والد الفتاة أن يدخل معه البيت ليفطر معا فوافق بعد إلحاح من الشاب وجلس مع أسرته وقد أخذ قلوب الجميع بحديثه وتقوى وتعجب عندما قال لهم أخي الأصغر أفضل مني بكثير فعندما أراد الزواج خرجت من بيت أبي وتركت له الشقة بعدما اشتريت شقة صغيرة لي ولأسرتي وبعد زواجه بأعوام سافر للخارج وعندما علم أن ابنتي أصبحت في سن الزواج وابني قد تخرج من الجامعة أرسل مبلغا كبيرا لأجهز ابنتي وعقد عمل لابني ليعمل معه وبالأمس اتصل بي وقال استعد أنت وزوجتك للحج وعندما أخبرته أن ما يفعله معي كثير قال لي ليس الجميل وقت امتلاكي للمال أنت من فعلت الجميل عندما كنت لا تملك الشيء فقلت له باكيا إن كان المال ثروة فأنت يا أخي كنز حقيقي تأثر الجميع إعجابا بالسائق وأخيه ثم أخذ الشاب رقم هاتف والد الفتاة قبل أن يودعه بحب كبير وبعد أيام اتصل به وأخبره أنه وأسرته سيأتون إليه ليتشرفوا بخطبة ابنته الصالحة ابنة الرجل الصالح يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا